شعار قاله القديس بولس أنا ما أنا بل نعمة الله العمل فيه حد الرفاع صوم وصلى وصدق الكنوز، كنوز الأرضية هي الزات تجربة التحدي الأساسي هو الزات دي الإبن الضال، اللي خلى الولد ده يسير بيت أبو زاته دي السامرية محبوسة في مرارة صغر النفس المخلع اللي عايش مع نفسه بيبقى زي المشلول المولود أعمى، الزات بتعمي الإنسان حد الشعنين يعرفوا يكسروا ذاتهم أنا ما أنا بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نهاردة الأربع من الأسبوع السادس للصوم الكبير ونبدأ على طول من مرء السبعة إنجيل باكر مرء السبعة ربنا يسأله المجد واجه اليهود والفرسيين وأقول لهم تعبير يهمنا في موضوعنا يقول لهم إيه؟ تركتم وصية الله وتمسكتم بسنة الناس أو بتعليم الناس الأنى خبيثة، الزات دي خبيثة يعني إيه؟ لأن الواحد بيدور على نفسه كلام ربنا صريح وساعات يبقى ديق لأن ربنا قال الباب ديق يقوم الواحد يفصل وصية ربنا بطريقة مبتكرة ما تكونش تدايقه بس هو كلام ديق فمثلا ربنا يسوع قال لهم أنت عندوك الوصية صريحة بتقول إكرم أباك وأمك إنما أنتوا بقى إيه؟ سبتوا الوصية ومشيتوا ورا كلام الناس عملتوا إيه؟ قلتوا قربان هو الذي ينتفع به مني يعني أصبحت الوصية كلها مختزلة في حتة واحدة إحنا نروح ندي قربان للهيكل طبعا اللي عملوا كده بتوع الهيكل عشان يتكسبوا ويبقى الواحد كده غير ملزم بإكرام والدي بأي درجة يبقى الآن ممكن تعمل إيه؟ تضحك على الواحد وتخدعه ممكن ذاتي تقول لي أنت بتسمع كلام ربنا وأنا مكنش بسمع كلام ربنا أنا بسمع كلام الناس اللي هو تأويل لكلام ربنا تفصيل كده من كلام ربنا على الحياة اللي تعجبني زي إخواصية كتير تيجي عند الكذب يقول لك لأ ما هدي كذبة بيضص لها فما تتعارضش مع وصية الكذبة تيجي مش عارف عند الغضب تقول لأ ما عليش ما والغضب ده من أجل الإصلاح ويكون مليان شتيمة ومليان إدانة إذن أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم أو تركتم وصية الله بسبب تعاليم الناس دي وليدة الذات الإنسان اللي شعاره أنا ما أنا بيلزق في وسيط ربنا وما بيخدعش نفسه ما بيفرقش معه العرف السائد ورأي الناس بيفرق معه ضميره الروحي وكلمة ربنا ربنا قال ده شعاره في الحياة ليس بتزمت ولا جمود ولا حرفيا لكن بصدق بتطقيق بأمانة بياخد الموضوع بجد لأنه أحياناً الواحد يبرر نفسه أمام نفسه أو يبرر نفسه أمام الناس لنفسك هتحكم عليك ولا الناس هيحكم عليك في الآخر هتوقف قدام ربنا وكلام ربنا هو اللي هيمشي عليك وعلينا كله نص تاني النهاردة في سفر الأعمال صح 26 قال أغرباس لبولس مأزون لك أن تتكلم عن نفسك تعرفين لما كان بولس يتحكم ما كانش حد يقدر يحامي عنه لأنه المعام نفسه ممكن يروح ورا الشمس فكان بولس هو اللي بيحامي عن نفسه وبولس كان شاطر ودارس طبعاً غير صلاته وقدسته فكان قوي الحج منين ما يتحكم إنما فيه ملحوظة جميلة في موضوعنا إنه كان عنده فرصة يدافع عن نفسه كل فرصة للدفاع عن نفسه يقلبها كلام عن ربنا لأنه هو بيقول أحيا لا أنا بل المسيحي أحيا فيه فهو مش قضيته يثبت برقته مش اللي شغله يطلع نفسه صح هو ما يهموش حتى لو مات عشان ربنا هو عاوز كل قاعدة يتكلم فيه عن المسيح مشكلتنا أحيان إحنا منين ما نقعد نبقى عاوزين نظهر نفسنا ونتكلم عن نفسنا يندافع عن نفسنا ينجمل نفسنا ينكبر نفسنا إنما إحنا المفروض ملك ربنا لو الواحد فينا نسي نفسه هيبقى فرحان إن يقدم ربنا ويختفي دي كانت طريقة القديس بولس منين ما كان يتحاكم كان ينسى نفسه ويفضل يتكلم عن مسيح النبوات ومسيح العهد الجديد والفداء والدينونة لدرجة في أحد المحاكمات بقية الإصحاح ده قال له انت عاوز في أحد واحدة تخليني مسيحي قال له بصراحة مش انت بس انت وكل اللي بيسمعوني كنت بسألين انتو كلكوا تبقوا زي ما خالى هذه القيود تبقوا مسيحين بس من غير بهدلع إذاً القديس بولس كان عايش فعلاً مبدأ أنا ما أنا لا أنا بل المسيح يحيى فيه أما إنجيل النهاردة من لو أحداشر وهو أيضاً إنجيل الويلات واتلاحظوا إن إحنا إيه إنجيل الويلات ده بيتكرر لأن كأن الكنيسة بتخوفنا من خطية الرياء بتقول مش بعد مش معنى إن الصوم قرى بيخلص نرائي يعني نغش روحنا ونحب المنظر وعاوزين الناس تسقف لنا وعاوزين بقى الريكورد يعني الإنجاز اللي عملنا إن إحنا صومنا فترة وصلينا كتير وبقى شكلنا كده يعني بتعربنا فهنا تيجي الويلات تفوقنا فيقول مثلاً يا معلم استقول هذه تشتمنا نحن أيضاً طبعاً المسيح مش بيشتم بس هم يعني ما بيستحملوش كلمة فقال وأنتم أيضاً أيها الناموسيون ويلون لكم لأنكم تحملون الناس أحمالاً عصرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بأحدى أصابعكم الشخص اللي عنده ذات كبيرة تلاقوا لما يعلم ويدي توجيهات تلاقيها قصية وجديدة وصعبة ودقيلة وتلاقيه ما بيعملهاش لأنه هو عاوز يتسلط عاوز يقول أنا هنا أنا بفهم أنا كبير السخص اللي زي ربنا يسأله كل المجد وهو معلم الصلاح كله كان كلامه سهل كان تعليمه محبوب عند الناس كلها ما كانس بيحمل زيادة عن الناس قال نيري هين وحملي خفيف إذن كل من يحمل الناس أحمالاً عصرة الحمل هو غالباً ما شلهاش وهو غالباً ذاته كبيرة مش شايف نفسه أساس لأنه لو عارف ضعفه مش هيحمل عن الناس هيقول كلام سهل لأنه هو نفسه محتاج الكلام السهل صفة أخرى في الجماعة دول يقول لهم ويلوا لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وقد قتلهم أبائكم إذن تشهدون وتصرون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوا هم وأنتم تبنون قبورهم عارفين اللي يعمل عملة ويغطي عليها برضو اللي عنده ذات يعمل كده يعمل العملة وبعدين يغطي عليها ويطلع المنظر شكله حلو كأنه ما فيش حاجة حصلت اليهود كانوا كده أجدادهم قتلوا الأنبياء كلهم وفي الآخر كملوا وقتلوا المسيح له كل المجد إنما هم الأجداد المتعبين يقتلوا الأنبياء وهم يعني يزينوا مدافن الصديقين يتبارف أن هم قبل وقت المسيح يعني أنه ده مدفن داود بقى وده مدفن أشعية ويبقوا فرحانين بالحاجات دي وهم بنفس الروح اللي أبائهم قتلوا الناس دول إذن الآن ممكن تخلي الواحد يدافع عن الفضيلة وهو أبعد ما يكون عنها وممكن يجمل الصورة ويغطي على الحق ويعمل العملة ويعني يغطيها بأي طريقة عشان ما تبنش الفضائح يقول كمان ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفاتيح المعرفة فلم تدخلوا أنتم والداخلون منعتوهم ساعات لما الواحد يكون عنده معرفة إذا كان متواضع هيبقى فرحان أنه بيدي المعرفة دي للناس معرفة ربنا وزنة لما تديها للناس تبقى فرحان أن غيرك عرف ربنا وأن اسمه تكتب في السماء لأن الله يريد أن جميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون إنما بالعكس لما واحد يكون عاوز يحتكر السماء يبقى معاه المفتاح ومش بيستخدمه هو لا بيتوب ولا بيصلي ولا بيخاف ربنا هو بيأطر على الناس في المعرفة عاوز يحسس الناس ومتعرفوش حاكم وما يقول لهم سو كل حاكم ويسيبهم برا كده في الظلمة تايهين عشان يفضل هو المتميز بالمعرفة وهم جهلة وده كان شعور الجيل في وقت ربنا يسوع ده اللي خل المسيح يقول لهم إيه يقول لهم جميع الذين آتوا قبلهم صراق والوصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم يقصد معلمين الهيكل والفرسيين اللي كانوا يحتكروا المعرفة ودرسين عهد قديم كويس إنما لا عيشينه ولا بيعلموا بيه إذا ما زال موضوع الانا موضوع يستحق مننا التأمل لألا نكون بقينا ناموسيين ولا بقينا فرسيين من غير ما نحس لإلهنا كل مجد وكرامة للأبدان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر